الملابس السوداء الملابس السوداء كانوا في الجنازات بيستخدموا ملابس بيضاء لأن اللون الأسود ده من العادات الوسانية ما هوش أصلا حاجة مسيحية خالص ودي ها نشرحها دلوقتي لأن برضو عايز أقولكو أن الحزن الزياد عن اللزوم في المناسبات اللي زي كده هو للناس اللي ملهمش رجاء في القيامة ملهمش إمام بالمسيح ولا ثقة في القيامة من الموت اللي أعطاها لنا الرب يسوع المسيح ومريم ومرسى لما خرجوا يستقبلوا المسيح ويقولوا له لو كنت ها هنا لما يموت أخي اللهم أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا فإحنا عايشين في قيامة المسيح النهاردة بعد المسيح مأم الأموات وغلب الموت إحنا عايشين في هذه القيامة هنا زي المسيح ما قال لمريم ومرسى وقال له يعني بقول لها يعني أنت فكرة أن أخوك هيقوم في يوم الدينونة طب مين هيقومه في يوم الدينونة غيري ما أنا أنا واهب القيامة أنا مصدر الحياة المسيح هنا بيعلن عن نفسه وله سلطان أن يقيمه في اليوم الأخير يعني مش أقدر أقيمه دلوقتي وهكذا المسيح فتح أمامها باب الرجاء وسند إيمانها وكشف لها عن شخصه أنه ليس مجرد إنسان عادي بل هو واهب الحياة والوجود لكل من يؤمن به حتى إن مات حسب الجسد هيقوم ويتمتع بالشركة معاه في المجد وهكذا ارتفع السيد المسيح بعقل مرثى ويعني نحس أن لم يكن هدفه فقط أن يقيمنا عذر من الموت ولكن أن يعرف الحاضرون تعرف مرثى وكل من يحضر هذه المناسبة أنه هو القيامة وعشان كده فراق الأحباء يعز علينا ولكن لا نحزن لأن عارفين أن هم هيبقوا في الفردوس مع المسيح وده بالنسبة للأرواح اللي بتنتقل للفردوس ده بيبقى يوم عرص فهل يليق إن احنا نحزن على نفس في يوم عرصها؟ لا ينفعش فهنا الرسول بيعلمنا الموقع ده بيقول لا أريد أن تجهلوا أيها الأخوة من جهة الرقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الرقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه فالنوح بقى ولبس الأسود والتبادي بقى في الحزن في الجنازات ليست من الصفات المسيحية لأنها بتدل على الحزن والكئابة وكأنه ليست هناك قيامة ولا حياة أبدية مع أن احنا بنؤمن بالحياة الأبدية وبنقول قانون الإيمان وفي آخره نقول بصوت جهوري وبلحنة جميل ننتظر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي أمين طيب هل نؤمن بقيامة الأموات وحياة الظهر الآتي آه طبعا طب نحزن ليه بقى وعملين حزن وعملين كئابة ليه لينا استسلم للحزن فالحقيقة انتقال الإنسان المسيحي هو ولادة جديدة ليه لأنها انتقل لحياة أبدية والمنازل السماوية التي ليس فيها حزن والمسيح قال في بيت أبي منازل كثيرة وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فبرضو بكرر أن المبالغة في الحزن والإفراط في ناس بقى تبتدي تلبس سود وتبتدي تتشنج وتبتدي تعيط كل دي كلها حاجات يعني لا طليق بإيماننا المسيحي والقدس يحن زهبي الفم يقول أقوال جميلة جدا في هذا المعنى يقول لماذا تدنسون يوم القيامة هذا أنتم الذين تتمسكون بملابس الحداد السوداء ألا تؤمنون بالمسيح لماذا تخذون هذا الراحل لماذا تحولون الراحة إلى خوف ورعدة عند الموت لماذا تدفعون الناس إلى توجيه التهم إلى الله أنتم تقاتلون أنفسكم لماذا تندبونك الوثنيين الذين لا رجأ لهم بالقيامة دي من أقوال القديس يحن زهبي الفم والقديس بروسيوس أسقف ميلانو يقول يرهب الخائفون من الموت وكأنه كله شرور الحمق يخشون الموت وأما لأنهم يظنون أنه يعني الإبادة أو لأنهم مرعبون بروايات عنه مراتب الأباليسة من حضرات الظلام العالية وغيرها إلى آخر وهكذا فالثياب السوداء لا تناسب إيماننا المسيحي وحاجة ضد إيماننا بالحياة الأبدية وأختم بقول الأحد الأبائي يقول لا مكان للحزن ولا للثياب السوداء في الجنازات والتذكارات أنها تشغل عقولنا وتحول اهتمامنا عن إنجيل المسيح إنها ضد إيمان الكنيسة المستقيم وتخالف تعليم الإنجيل فلنمزج حزننا بالبهجة ونتعذى بكلمات الرب الذي وعدنا لا حياة ولا موت تستطيع أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا حافظ عليكم شكرا ترجمة نانسي قنقر